أهلا بكم عدنا من الفاصل وننتقل إلى ملف الكورونا إذ أعلنت وزارة الصحة أنه تم يوم أمس الأحاد تسجيل 888 إصابة جديدة بالكورونا وهذا أعلى رقم للإصابات اليومية الذي يتم تسجيله منذ بدء انتشار الكورونا في البلاد قبل نحو عامين وبالمجمل تم منذ بداية الشهر الجاري تسجيل أكثر من مليون إصابة بالكورونا ويستدل من معطيات وزارة الصحة أنه لا يوجد في إسرائيل سوى بلدة واحدة في القائمة الخضراء هي بلدة بير هداج في النقب فيما تتواجد ثماني بلدات في القائمة الصفراء وثلاث في البرتقالية وباقي البلدات في شتى أرجاء البلاد تقبع ضمن القائمة الحمراء للإطلاع على صورة الوضع في النقب من ناحية انتشار الكورونا والأسباب التي تجعل بير هداج وحيدة في القائمة القضراء ينضم إلينا في بث حي ومباشر من النقب مراسل قناة هلالفضائية حسين العبرى مساء الخير حسين مساء الخير زميل شحاد عازمي لكم مشاهدين أهلا بكم نعم من بين ألاف الإصابات النشطة والحالات النشطة في البلاد نتحدث عن أكثر من خمسة ألاف حالة نشطة في البلدات البدوية في النقب وعلى رأسها مدينة راهط هناك ما يزيد عن الفين وثلاثمائة حالة نشطة اليوم حسب المعلومات المتوفرة وما يزيد عن الفين وثمانمائة حالة أخرى تنتشر في كافة البلدات البدوية في منطقة النقب بالنسبة للمعطيات أيضا أن هناك أكثر من عشر أشخاص يتواجدون في القسم العلاج المكثف وفي مستشفى الصروكة بحالة خطرة بسبب الإصابة بفيروس الكورونا ونقول أيضا زميل شحاد عازم بما يتعلق بقرية بير هداج أن هناك نسبة الفحوصات والتطعيمات قليلة جدا وسنتحدث عن هذه المعطيات وما يحدث في قرية بير هداج والبلدات البدوية مع دكتور مازن أبو صيام مسؤول ملف الصحة في منتدى السلطات البدوية في النقب دكتور مازن مساء الخير أولا نتحدث عن قرية بير هداج وهي أبعد البلدات البدوية عن بير السبع هناك البلدة الوحيدة في البلاد في إسرائيل بلدة خضراء إيش الأسباب ممكن تكون؟ مساء الخير صحيح هي البلدة الوحيدة الخضراء وهذا يتعلق طبعا في نسبة الفحوصات المتدنية والمعدومة في قرية بير هداج كذلك معدومة؟ معدومة تقريبا فحوصات قليلة جدا التي يتوجه قليل من المواطنين التي يتوجهون إلى نقاط الفحص وهكذا الوضع أيضا في كافة القرى الجديدة والقرى غير المعترف بها نسبة الإصابات هي متدنية زي ما ذكرنا سابقا في مقابلات سابقة الكورونا في كل موجاتها كانت تصل المجتمع البدوي بتأخر ما يقارب الشهر عن باقي الدولة ما يقارب الشهر ونحارب في فيروس الأوميكرون وشوفنا في الأسبوع الأخير زيادة الحالات التي قاعدت تضاعف تقريبا كل ثلاث أيام في النقب اليوم عندنا أكثر من خمس تلاف حالة نقترب حتى إلى ست تلاف حالة ناشطة موجود منها أغلبها في مدينة رعط تليها أيضا قرية كسيفة بسبعمائة حالة التي كانت ما يقارب خمسين نسبة القرية صغيرة ونسبة الحالات كانت فيها قبل عشر أيام ما يقارب الخمسين حالة ناشطة وكذلك باقي القرى تل سبع ما يقارب الأربعمية حورة ثلاثمائة حالة كسيفة عرعر أربعمائة حالة كمان المناطق المجاورة لقرية عرعر والقبال الموجودة في جوار قرية عرعر فيها حالات كثيرة جدا طبعا زي ما نشوف في كافة نحاء البلاد نسبة الفحوصات الإيجابية هي عالي جدا يعني واحد من أربعة هو إيجابي وكما ذكرنا سابقا الوضع راح يكون أكثر بكثير وأنا طبعا متوقع أن الخمس تلاف أو ست تلاف شخصة ناشطين يضعفون نفسهم خلال الثلاثة أربعة أيام المقبلة يعني النقب بأجمع نسبة التطعيمات فيه متدني جدا وأيضا نسبة الذين يتوجهون للفحوصات هي متدنية نسبية مرة كنا نحكي أنه نسبة قليلة جدا يعني بما يتعلق بالفحوصات والتطعيمات أيضا صحيح وهذا بيخلي الناس كثيرين من الناس المصابين أنهم يتجولوا ويعدوا أكثر أشخاص في مجتمعنا البدوية العربي في الجنوب للأسف الشديد برأيي يعني حسب ما بنشوف أن الوضع الجميع سيصاب بهذا المرض مطاعم أو غير مطاعم ربما نصل يعني نحن اليوم في الدول نحكي على أكثر من نصف مليون حالة نشطة رغم أنه عندنا ستة ونصف مليون شخص متطاعم يعني أكثر نسبة في العالم متطاعمين وأكثر نسبة في العالم أيضا حالات نشطة يعني الشيء مناقض نفسه وأنا برأيي المرض سيصيب الأغلبية صراحة يصيب ما يقارب الـ 70% من المواطنين حتى الآن حسب جميع التقارير الطبيعي والعلمية لم نصل إلى ذروة هذا الوباء وربما سنصل خلال الأسبوع القادم نعم لك يعني بلبلة والمعلمات الغير دقيقة عند الناس إيش المطلوب منهم الآن من غير المصابين أو غير الذين لا يتوجهون إلى محطات الفحص ومحطات التطعيم حسب ما بنشوف أن هذا الوباء يعني موجة أوميكرون هي موجة خفيفة جدا نسبة بدلتا ونسبة بالموجات الأخرى ولكن هي تضر بكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون من أمراض حساسية بأنواعها يجب الحفاظ على هذه الفئة حتى لو أنك يعني مستهتر في باقي التعليمات ولكن في هذه الفئة يجب الحفاظ عليهم ويجب ارتداء الكمامات عندما نقوم بمقابلاتهم أو مصفحتهم أو الجلوس معهم لأن الوباء يؤثر أكثر بكثير على كبار السن رغم أن هذا الوباء بشكل عام الأوميكرون هو أبسط بكثير من وباء الانفلوينسا الموجود في هذه الأوقات يعني نشوف الموجودين في المستشفيات هم ضعف أضعاف الموجودين في المستشفيات من وباء الأوميكرون نعم بالنسبة للتطعمات وأيضا بالنسبة للفحوصات في منطقة النغب هل هناك محطات في كل البلدات أيضا في القرى غير معترفة بها ونتحدث عن ازدحامات كبيرة في محطة رهط في المنطق الصناعي محطة رهط هي المحطة الوحيدة الموجودة في المجتمع العربي هي محطة مركزية طبعا في النقب وهي تخدم المجتمع العربي والمجتمع اليهودي لا يعني 50% من اللي بتوجهوا لنقطة رهط هم منوفقين من بار السبع من منطقة بناشمعون لهفيم يعني 50% منهم عرب و50% منهم يهود ومنطقة النقطة اللي هي مزدحمة جدا وفي نقطة ثابتة لفبير السبع اللي هي كمان مزدحمة اللي في بجوة تقريبا ألاف الأشخاص كل يوم نعم يعني الآن المجال السلطات المحلية إيش بتقوم بدورها أي دور تقوم به يعني من أجل توفير محطات فحص وتطعيم للأسف الشديد يعني مجالسنا في الجنوب كذلك في أغلب المجتمع العربي هم ملوا من قضية الكورونا ومن المتطلبات يعني الأمر هذا هو أكثر يتعلق في وزارة الصحة ما أنه يتعلق في المجالس المحلية يعني الدولة عارفة وين نقاط الضعف وين الناس الأكثر حساسية لهذا المرض وين المجتمعات الغير مطاعمة وين الأشخاص اللي ما بيحافظوا على التعليمات لازم هي اللي تحافظ عليهم أكثر لأنهما سبب انتشار وسبب ربما الوباء في المستقبل وقبل أن ننهي ماذا بالنسبة لطلاب المدارس والآن نسمع بين يوم أو وخلال الأيام الأخيرة عن خروج الطلاب إلى التعلم عن بعد هذا الأمر يضر بالطلاب في نهاية المطاف يعني زي ما نشايفين الطلاب لهم سنتين بين كر وفار بين تعليم وجاه إلى بين تعليم عن طريق الزوم وضيعوا ما يقارب أكثر من سنة ونص من التعليم وهذه السنة طبعا فيه تعليمات متناقلة بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم هل أن الطلاب الذين يصابون مش لازم يدخلوا حجر صحي التعليمات تتغير كل صباح ومساء وفيه كثير بلبلة في هذا الموضوع أنا برأيي يجب إرجاع الطلاب حتى لو تعرضوا لمريض معين فقط الحجر الصحي للمرضى وليس لمن يأتي بمقربة مريض لأن وصلنا للوضع وصلنا للحالة الثانية من الوباء التي يقولون عنها من ناحية طبية للحالة الانديمية للحالة التي يجب أن نتعايش منها المرضى الحاد للكورونا المرضى المخيف المرضى الأولى انتهينا منه ونحن موجودين في مرحلة ثانية لازم كل الدولة تتهيأ وتتعايش مع الفيروس هذا كأي فيروس الثاني نعم دكتور مازانو بسيام مسئول ملف الكورونا في منتدى السلطات البدوية في النقب شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيكم نعم زميل شحادي هذه صورة الوضع هنا في النقب أكثر من أو نقترب إلى ست ألاف حالة نشطة كما يقول الدكتور مازان أبو سيام وعلى رأسها مدينة راهط التي تتصدر البلدات البدوية وأنك أكثر من الفين وثلاثمائة حالة نشطة فقط في مدينة راهط تليها قريتك سيفة أكثر من سبعمائة حالة نشطة من راهط نعيد البات الاستوديوهات قناة هلا شكرا جزيلا لك الزميل حسين العبرة لك والدكتور مازان شكرا لكم